هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو سنتعرف على طبقات الانترولاتر الأبدومنال وال إذا سنقوم باقتطاع جزء من الانترولاتر الأبدومنال وال لك وسنقوم بأخذ هذا الجزء ونتعرف على طبقاته اتداء من الاسكن وانتهاء في الفريتال هرتونيوم هذا الفيديو جزء من محاضرة كبيرة قمت بتقطيع هذه المحاضرة على عدة فيديوهات بناء على طلبكم لذلك لنتعرف على هذه المحاضرة أولا والإيل أوز لهذه المحاضرة ومن ثم نبدأ بدراسة الليرز أو ذا إنترولاتر الأبدومنال وال هذه المحاضرة ستكون عن الأنتومي أوف ذا أبدومن وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الأبدومن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الأنتومي أوف ذا أبدومن وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل الانترولاتر الأبدومنال وال لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على الهول ستوري الانترولاتر الأبدومنال وال تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILOs أو ال-Intended Learning Objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال-overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل General Description ل-Layers of the Intralateral Abdominal Wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-Intralateral Abdominal Wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the Intralateral Abdominal Wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the Intralateral Abdominal Wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-Rectus Sheath وال-Linealpa وال-Umbilical Ring وأيضا سيكون لدينا ال-Functions and Actions of the Intralateral Abdominal Wall والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن ال-Neurovascular Structures of the Intralateral Abdominal Wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-Intralateral Abdominal Wall وأخيرا سيكون لدينا سمري لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOs لمحاضرة ال-Intralateral Abdominal Wall بالكامل وهذا الفيديو سيمثل ال-ILO الثاني لهذه المحاضرة سنقوم بعمل General Description لل-Layers of the Intralateral Abdominal Wall لذا لنبدأ سنقوم بأخذ فكرة عامة عن طبقات ال-Intralateral Abdominal Wall لكي يصبح لدينا فكرة جيدة وبالتالي نستطيع أن نحفظ الموضوع ونتصور الموضوع الأهم أن نتصور بشكل جيد مثل ما نلاحظ لدينا كل الجسم البشري تقريبا مغطى بطبقة من الجلد لذا فهي أحد طبقات ال-Intralateral Abdominal Wall ولدينا أيضا ال-Subcutaneous Tissue طبقة الدهون إلى الأسفل من ال-Skin ولها أسماء أخرى مثل ما نعلم لدينا ال-Hypodermis ال-Hypodermis هي أحد أسماء ال-Subcutaneous Tissue وأيضا أحد أسماؤها ال-Superficial Fascia وثالثا سيكون لدينا المسلز and their apineurosis and deep fascia هناك أدة مسلز وأدة طبقات في الحقيقة من المسلز تكون موجودة في هذا الجزء من ال-Intralateral Abdominal Wall كما سنتعرف إن شاء الله في الفيديو القادم ولدينا الإكسترابريتونيال فات هي عبارة عن طبقة من الدهون تشبه ال-Subcutaneous Tissue ولكن تكون موجودة deep إلى المسلز وأخيرا لدينا ال-Purital Peritoneum وعبارة عن طبقة من ال-Puritoneum سنتعرف على ال-Puritoneum إن شاء الله في محاضرة منفصلة ونتعرف فيها على ال-Purital Peritoneum وال-Visceral Peritoneum وتفاصيل كثيرة إن شاء الله ستكون يميلة لذا ف-Layers of the Entralateral Abdominal Wall هي عبارة عن ال-Skin ومن ثم Subcutaneous Tissue ومن ثم المسلز وبعد ذلك سيكون لدينا الأكسترابريتونيال فات وأخيرا سيكون لدينا ال-Purital Peritoneum لذا فهناك خمسة أشياء نفكر بها هي في الحقيقة ليست خمسة طبقات وإنما خمسة أشياء نفكر فيها لأن ال-Subcutaneous Tissue في بعض أجزاء الأبديمن هو أكثر من طبقة والمسلز هي عبارة عن ثلاث طبقات بالإضافة إلى ال-Deep Fasha التي ستكون موجودة إلى الأسفل من المسلز وأخيرا سيكون لدينا ال-Purital Peritoneum بالإضافة إلى ال-Extra Peritoneum فات لذا فهي ليست خمسة طبقات وإنما أكثر من ذلك ولكن حينما نريد أن يكون لدينا فكرة عامة عن طبقات ال-Entralateral Abdominal Wall فسنفكر بهذه الأشياء الخمسة التي ترونها على الشاشة لذا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن رسم توضيحي لطبقات ال-Entralateral Abdominal Wall مثل ما نلاحظ قد تم اقتطاع هذا الجسء من ال-Entralateral Abdominal Wall وقاموا بتكبير هذا الجسء لكي يظهر لدينا هذا التركيب أو هذه الصورة إذا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال-Skin وهذا هو عبارة عن Subcutaneous Tissue وأيضا هذه عبارة عن ال-Three Muscular Layers بالإضافة إلى ال-Deep Fascia لها لا يتضح هنا الأبنيوروسيس ولكن الأبنيوروسيس سيكون موجود في منتصف ال-Entralateral Abdominal Wall على الجوانب سيكون لديه Muscles وليس أبنيوروسيس باعتبار أن الأبنيوروسيس هو عبارة عن Muscle Attachment وسنفهم هذه التفاصيل بعد قليل ولكن لدينا مثل ما تلاحظون الإكسترابريتونيال فات مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الإكسترابريتونيال فات وأخيرا البرائتال بريتونيوم الطبقة الداخلية التي ستبطن ال-Entralateral Abdominal Wall ولنأخذ تفاصيل أكثر بعد أن أصبح لدينا تصور عام عن layers of Entralateral Abdominal Wall مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال-Skin وهذا هو عبارة عن Subcutaneous Layer أو Subcutaneous Tissue والSubcutaneous Layer أو Subcutaneous Tissue أو Superficial Foscia أو ال-Hypodermis توجد على نوعين فلدي الفاتي Layer ولدي المنفرنس Layer وسنأخذ تفاصيل أكثر عن هذه الليرز إن شاء الله في الفيديو القادم ولكن علينا أن نفهم أن هناك طبقتان موجودتان في ال-Subcutaneous Tissue لل-Entralateral Abdominal Wall فلدي فاتي Layer أيضاً تسمى بال-Campar Fascia ولدي المنفرنس Layer أيضاً تسمى بال-Scarpa Fascia أما المسلز فلدي ثلاثة منها لدي الأكسترنال أوبليك مصل هي الطبقة الخارجية من طبقات المسلز ولدي الأكسترنال أوبليك مصل هي ال-Intermediate Layer ولدي ال-Transverse Abdominus هي عبارة عن Inner Muscular Layer ولكل عضلة من هذه الأضلات Investing Fascia هي عبارة عن Deep Fascia تقوم بتغليف العضلات وقد تعرفنا على هذا الشيء في محاضرات الجنيرال أناتومي مصطلح Investing Fascia وDeep Fascia تعرفنا عليه في محاضرات الجنيرال أناتومي ولكن بالإضافة إلى هذه ال-Investing Fascia فلديه Deep Fascia تسمى بال-Indo Abdominal Fascia أو تسمى بال-Transversalis Fascia وهذه المصطلحات أيضا سنتعرف عليها ونفهم الفرق بينها إن شاء الله في الفيديو القادم فهذه هي عبارة عن Muscular Layers of the Intralateral Abdominal Wall بالإضافة إلى ال-Deep Fascia وال-Investing Fascia لها أما النوع الرابع من الطبقات فلدي الأكسترا بريتونيال فات مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الأكسترا بريتونيال فات وأخيرا لدي البرائتل بريتونيوم التي هي عبارة عن الطبقة التي ستقوم بتبطين ال-Intralateral Abdominal Wall لذا فلديه ال-Skin ولديه السبكوتينيوستيشو بطبقته ال-Comfer Fascia وال-Scarpa Fascia الفاتي لير والممبرنس لير وأيضا لديه المسكيلر لير التي هي عبارة عن Three Muscles مع ال-Investing Fascia لها ومع ال-Deep Fascia لها ولديه ال-Extra-Berytونيال فات وأخيرا البرائتل بريتونيوم الطبقة المبطنة لل-Intralateral Abdominal Wall ماذا يعني ذلك؟ يعني بشكل عام أن ال-Skin تتصل بالسبكوتينيوستيشو بشكل Loosley أو بطريقة Loosley أي طريقة رخوة هيس هناك اتصال قوي ما بين ال-Skin والسبكوتينيوستيشو ولكن في منطقة الأمبليكس في منطقة السرة فهناك اتصال قوي هناك Strong Adhesion ما بين ال-Skin والسبكوتينيوستيشو في الأمبليكس ماذا نستفاد من هذه المعلومة؟ حينما ندخل إلى السرجري في غرفة العمليات يجب علينا أن نضع في ذاننا أن الأمبليكس أو ال-Skin في منطقة الأمبليكس تتصل بشكل قوي بالسبكوتينيوستيشو أما في أماكن أخرى فال-Skin لا تتصل بشكل Firm وإنما بشكل Loos مع السبكوتينيوستيشو في أي مكان آخر في الأرض من عداء ال-Imbligكس ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الطبقات الثلاثة من المسلز لها من المؤكد أن لها وكل طبقة من هذه الطبقات يكون اتجاه المسل لها يختلف عن الطبقة الأخرى ماذا يعني ذلك؟ مثل ما نلاحظ يتبين أن هناك خطوط بهذه العضلة هذه الخطوط تكون بهذا الاتجاه هذه عبارة عن الطبقة الخارجية للمسلز التي تكون الأنترولاترال أبدامينال وول هذه عبارة عن الأكستيرنال أوبليك مصل مثل ما نلاحظ الفايبرز هنا في هذه المسلز تكون بهذا الاتجاه الطبقة العضلية التي ستكون ديب لهذه الطبقة سيكون لها اتجاه مصل فايبرز مختلف عن اتجاه هذه العضلة في الحقيقة ستتجه بهذا الاتجاه والطبقة الثالثة من طبقات المسلز التي ستكون الأنترولاترال أبدامينال وول ستكون بهذا الاتجاه لذا فكل طبقة من طبقات المسلز للأنترولاترال أبدامينال وول لها اتجاه فايبرز يختلف عن الطبقة الأخرى أما السؤال بماذا قد تنفعني هذه المعلومة؟ تخيل أنك في غرفة العمليات وأردت أن تقوم بعمل إنسجن إنسجن أي أردت أن تمسك السيرجيكال نايف السكينة الجراحية وأردت أن تقوم بعمل فتحة في الانترولاترال أبدامينال وول فلو قمت بعمل فتحة بهذا الشكل بشكل عمودي فستقوم بعمل أذى أكثر لهذه العضلة وحينما تقوم بعمل إنسجن بهذا الاتجاه فأنك ستقوم بعمل أذى أقل لهذه العضلة وبالتالي حينما تقوم بعمل هذا الإنسجن المائل فإن المريض سيحتاج إلى وقت أقل لكي يشفى من هذا الجرح من هذا السيرجيكال إنسجن الذي قمت أنت بعمله بينما لو قمت بعمل هذا البرتكال إنسجن فإن المريض سيحتاج إلى وقت أطول للتعافي وسنعود على ذكر هذه المعلومة إن شاء الله في المحاضرة القادمة ومثلا نلاحظ هذه الصورة أخرى توضح طبقات الانترولاترال أبدامينال وول مثلا نلاحظ هذه عبارة عن الاسكن هنا أيضا تتضح الاسكن وهذه عبارة عن طبقة السبكوتينيوس تيشيو وأيضا هنا من الثمانة الواحظ تتضح هذه السبكوتينيوس تيشيو والسبكوتينيوس تيشيو هذه لها طبقتين الفاتي لير أو الكامبر فاشا والمنبرنس لير أو الاسكاربا فاشا وبعد ذلك سيكون لدي ثلاث طبقات من المسلز بالإضافة إلى الانفستينغ فاشا لهذه المسلز وبعد ذلك سيكون لدي طبقة من الديف فاشا حسب تصنيف مور هي تنتمي إلى المسلز أو المسكلر لير ولكن هي عبارة عن الديف فاشا هي عبارة عن الترانسفيرسالس فاشا أو بشكل عام الاندو أبدامينال فاشا وبعد ذلك لدي طبقة الأكسترا بريتونيال فات وأخيرا لدي الفرائتل بريتونيال ولكن هذه الصورة توضح شيء آخر ما هو الشيء الآخر؟ حينما تطرقنا لهذه الطبقات طبقات الانترولاترال فإن هذه الطبقات موجودة فقط باللاترال أسبكت تقريبا من الأبديمن أو موجودة أكثر باللاترال أسبكت من الانترولاترال أبدامينال وال ولكن حينما نكون أنتيريير مثل ما نلاحظ هنا يعتبر أنتيريير وهنا يعتبر لاترال ففي الانتيريير لن يكون هناك ثلاث طبقات من المسلز وإنما طبقة واحدة في الأعلى وطبقتين في الأسفل لذا سنتعرف بشكل جيد إن شاء الله على الانترولاترال أبدامينال وول وتفاصيله الجميلة والكثيرة خلال هذه المحاضرة لذا بمعنى آخر فإن هذه الصورة لا تمثل كل مناطق الانترولاترال أبدامينال وول هذه الصورة هي فقط هنا في هذا الجزء من الانترولاترال أبدامينال وول وأيضا هذه الصورة أخرى توضح نفس الشيء تقريبا هذه سكن هذه سبوكوتينيستيشو بطبقتها الفاتي لير والمبرنس لير وهنا لدي الثري مسكلر ليرز في هذا الجزء وهذه عبارة عن الترانسفيرسالس فاشا وهذه عبارة عن الأكسرا بريتوني الفات وأخيرا البرائتل بريتونيوم لذا الآن أصبح لدينا تصور عام جيد عن طبقات الانترولاترال أبدامينال وول ولكن علينا أن نفهم أن في كل جزء من أجزاء الانترولاترال أبدامينال وول هناك طبقات مختلفة في بعض الأحيان طبقات إضافية فمثلا هذه السكاربا فاشا موجودة فقط إلى الأسفل من الأمبليكاس إلى الأعلى من الأمبليكاس ليس هناك سكاربا فاشا ليس هناك ممبرنس لير أو في سبوكوتينيوس تيشو وأيضا هناك توزيع مختلف للطبقات في مناطق معينة فإلى الأسفل من شيء نسميه الأركوتلاين تختلف الطبقات أو تختلف توزيع الطبقات عما هو عليه إلى الأعلى من الأركوتلاين وأيضا لاترالي في هذا الجزء فلدي ثلاث طبقات من العضلات بينما انتريالي في هذا الجزء لدي طبقة واحدة من العضلات بالإضافة إلى أن في هذا الجزء لديه وفي هذا الجزء لديه لذا فيجب أن تضعوا في أذهانكم أن تختلف في كل منطقة من مناطق ولكن جميعها تشترك بالأشياء الخمسة الأولى التي ذكرناها في بداية هذا الموضوع ففي كل مكان لديه skin وفي كل مكان لديه subcutaneous tissue وفي كل مكان لديه muscular layer وهذه المuscular layer فيها أيضا تفاصيل أخرى تطرقنا لها وفي كل مكان لديه extra peritoneal fat وفي كل مكان لديه parietal peritoneum فهذه هي الأمور المشتركة ما بين كل منطقة من مناطق الانترالاترال abdominal wall فيما يخص الليرز الموجودة فيها وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتغى إن شاء الله في الفيديو القادم لهذه المحاضرة الذي سيكون بعنوان فشة فشة of the interolateral abdominal wall